بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فهذا ترحيب بالتأنيب وإن لم يكن تأنيباً إنما هي نصيحة جاءت من بعض الإخوة بشكل مباشر أو غير مباشر ينتقدون الأسلوب وليس المادة المادة نحن وإياهم متفقون عليها لذلك أعد هذا من النقد الذاتي البناء حيث أهدوا إلي عيوبي تلخصت انتقادات الإخوة بعد اتفاقهم على أن المادة العلمية متفق عليها بيننا وبينهم وأن المضمون لا غبار عليه وأنهم حريصون على إيصال ذلك المضمون إلى أكبر شريحة من الناس جاءت انتقاداتهم بعد ذلك إلى الشكل وإلى الأسلوب خاصة العبارات التي يظهر فيها التهكم أو ربما التجهيل أو ربما التقزيم لأناس يعدهم بعض الناس من العمالقة وهذا ربما جعل بعض الناس تأخذه العزة بما عنده وربما جعلته يتعصب بدل أن يستمع لأن النفس تحركت في البداية أشكر إخواني جميعا الذين أرسلوا بشكل مباشر أو غير مباشر تلك الانتقادات وأعتب على بعضهم أو على من يستحي من ذكري ذلك الانتقاد ليس هذا أنا حقيقة في محاضراتي التي كانت تلقى لأناس من مستوى معين مرتفع يعني يعني يصلح للنقد لا أخصد من كبار العلماء لا ولكن عنده مستوى معين كنت أوزع الأوراق التي فيها استبانة لتقييم الوضع وهل هناك ملاحظات هل هناك سلبيات هل هناك أشياء يتمنى أن تذكر ولم تذكر وهكذا فبعد شكري لأولئك الناس أطلب منهم المزيد وكذلك إن شاء الله أعد أن أخذ هذا بعين الاعتبار ولكن هناك أشياء ليس على سبيل الاعتذار ولكن أبين واقعي يعني طبيعتنا نحن من طبيعة شديدة شئنا أم أبينا مهما تلطفنا حتى قال لبعض إخواننا وبعض طلابنا وزملائنا من طلاب الدراسات العليا في دمشق قال لي يعني وأنت في حالة هدوء حينما تتكلم بالمحاضرة يبدو كأنك تقاتل فأنا كنت في حال غفلة عن هذا لأن الأمور بالقياس هناك أناس يتدرب أنا أعطي بالفطرة أنا أعطي بالفطرة يعني كما تعلمت وعلى سجيتي أتكلم يعني لم أجلس في كورسات إعلامية وكيف أخاطب الناس وكيف ألبس بما يناسب المادة التي تقال أنا أتكلم بالفطرة وأتكلم من القلب إلى اللسان وكل ما في قلبي هو على لساني وألقيه إليكم فتصنع لا يوجد وليس هذا من شأني ولكن هذا ينبغي أن يذكر لتعلم لأن المقارنة خاصة إذا كنت تحب شخصا من الناس ويعني تجعله قدوة في نفسك حينما يتكلم إلى الكاميرا بهدوء تام يعني لا تعرف الظروف التي يعيش فيها ولا تعرف الحياة التي يعني يحياها الحمد لله على كل حال لا نشتكي ربنا جل جلاله بل الشكوى منه وإليه بل حتى لا نشتكي إليه جل جلاله إلا على سبيل التعبد فقد أكرمنا وأغرقنا بالنعم بالنسبة إلى ما عند غيرنا أما النفس هذه يقول والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع يعني المراجع بعيدة أعداؤنا دخلوا في بيوتنا سرقت الكتب ذهب كل شيء يعني أتينا ورأينا الصواريخ والقنابل هكذا رأي العين والألغام التي تنفجر في كل مكان رأينا بلاء عظيما جدا فربما هذا يعني أثر على بعض نفوسنا والحقيقة ربما الدروس القديمة قد تكون أشد بكثير من الدروس المتأخرة على كل حال إن شاء الله نلتزم بهذا ونطلب منكم المزيد بل حتى على مستوى التسجيل الواحد إذا وجدت انتقادا إذا وجدت عبارة قد تفهم على غير وجهها فأرسله لنا مشكورا مأجورا إن شاء الله أكرر بالنسبة للسلفية أسميهم الوهابية بسبب أن هذه التسميع هي الشائعة عند أهل السنة والجماعة وهي التي تقال لتمييز هذه الفرقة هذا واقع نعم قد يغضبهم صحيح هذا الكلام لكنه لم يكن يغضب أوائلهم هذا شيء جديد ولكن الآن الحقيقة وأنا في حيرة من هذا الأمر وحتى قد تنقشت مع بعض إخوة السلفية السابقين وبعضهم اقتنع أو اثنان حقيقة إخوة يعني من الكويت الشقيق من الفضلاء السلفيين الذين عادوا إلى أهل السنة والجماعة يعني تنقشت معهم في هذا أحدهم يقول لا صرح بهذا ما هم الآن يقولون جهمية ومعطلة وكذا ولا يستحون الثاني يقول لا هذا الشيء يبعدهم وحصل بيننا النقاش الحقيقة يعني أنا في حيرة من هذا الأمر هذه العبارة لا أقول وعلى سبيل النقيصة إنما أقولها لماذا لأنه حصل عندنا شيء سمطائر الوقواق يعني بنفس الطريقة فرقوا في دائرة أهل السنة والجماعة وأخرجوا أهل البيت وقالوا هذا البيت لنا ونحن أهل السنة والجماعة هذا الذي يجعل أنه أحيانا أسمي الأسماء المسميات بأسمائها ليس على سبيل الانتقاص ليس على سبيل الذن وأنا أعلم وأنا في مقام يعني لأني انطلقت وتكلمت بكل ما عندي وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني مئات التسجيلات انتشرت أقول كثير من إخوة السلفيين الذين كانوا يشتموني في البداية عاد فاتصل وأعتذر وقال أرجو أن تسامحني أنا تكلمت فيك كذا إما لأنه تابع أشياء كثيرة فاقتنع بالذي نقول أو رأى شيئا الله سبحانه وتعالى أراه إياه من رؤية من غيرها من كذا يحصل هذا قلوب العبادة بين أصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله يقلبها كيف يشاء فنحن مع ترحيبنا ولا أقوله يعني حتى أتملص من خطأ نفسي فأنا خطاء وأعلم من خطأي أضعف ما تعلمون إنما لأبين الظروف التي كنت فيها يعني هذه التسمية نعم أنا أعلم أنها جارحة وربما نخصص حاجات تكون هكذا لطيفة أو دعوة مباشرة أو دعوة للحوار مع أولئك الإخوة بهدوء تام قد نفعل هذا الأمر ليس عندي مشكلة في هذا لأن حقيقة الذي عاش بطريقة على مدى أربعين خمسين ستين سبعين سنة ويقال هذا هو الإسلام الصحيح وما عداه باطل وكفر وضلال وزندقة وكذا 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 ثم بعد ذلك أنت تريد أن تعطيه ذلك الضلال وذلك الكفر وتلك الزندقة على أنه الإسلام الصحيح الذي عليه الكافة لن يسمع لك أصلا سيغلق الباب مباشرة وبعضهم يدعوه الفضول أحيانا عليه عناية إلهية يدعوه الفضول للسمع فتعلق في ذهنه أشياء أو على الأقل نخفف من غلوائهم أو على الأقل يرون أن هؤلاء الأشاعر ليس فدعة فدعة ضالة مبتدعة وكذا وكذا لا يا أخي عندهم حجج وحجج قوية وليست سهلة وأن أولئك الأعلام العظام هؤلاء ما ساروا خلفهم عميا لا وبوكما وصما بل كانوا من كبار العقلاء واختاروا هذا الطريق بإرادتهم أكرر شكري للفضلاء أصحاب الانتقادات وأرحب بمزيد من النقد وإن شاء الله سنأخذه بعين الاعتبار وأنتم الرقيب أنتم يعني من أرسلتم تلك الانتقادات أنتم الرقيب لكم أن تقول أنت لم تلتزم بالفيديو الفلاني بالعام والخاص ليس المشكلة حتى على العلن لو أرسلته لا حرج في هذا ولكم جزيل الشكر وبرك الله بكم وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر